من ساحة إلى أخرى تنقل الولايات المتحدة وحلفاؤها هزائمهم لم تفلح واشنطن ومعها السعودية وإسرائيل في تسجيل انتصار يذكر خلال السنوات الأخيرة رغم كثرة ساحات المواجهة حيث سجل محور المقاومة انتصارات عدة بدءا من سوريا حيث باتت الحرب على الإرهاب في مراحلها الأخيرة وهو الإرهاب الممول أمريكيا وسعوديا ويحظى بدعم إسرائيلي ولسيما في جنوب سوريا في العراق تجلت خيبة المحور الأمريكي في انتصار محور المقاومة على الإرهاب ودحره من آخر شبر من أراضيه وفي إفشال مشروع انفصال إقليم كردستان العراق أما في لبنان فجاء الضغط السعودي على رئيس الحكومة سعد الحريري ودفعه إلى الاستقالة بنتيجة عكسية وحدت القوى السياسية بدلا من أن تفرقها اليمن المحاصر الرازح تحت وطأة الحرب منذ أكثر من ألف يوم لم يستسلم للقصف السعودي المتواصل بضوء أخضر أمريكي لم يكتفي اليمنيون بالمقاومة بل سجلوا أهدافا في مرمى السعودية عند الحدود وبإطلاق صواريخ باليستية وصلت إلى الرياض وفي فلسطين لم تنفع سنوات الاحتلال والحرب في قمع الانتفاضة ولم تنجح في إخماد ثورة شعب خياره المقاومة مع كل خيبة للمحور الأمريكي هناك محاولة لإشعال أزمة جديدة أو إثارة القلاقل في واحدة من دول محور المقاومة آخرها محاولة استغلال الاحتجاجات المطلبية في إيران لضرب النظام الجمهوري وهي محاولة أصابها الإخفاق عينه مع احتواء الحكومة التظاهرات بالاستجابة لمطالب المحتجين الآن وقد أوصدت طهران البابة في وجه واشنطن وحلفائها فإن تحالف واشنطن سيبحث عن باب آخر على أمل تحقيق نصر يحفظ ماء الوجه نائب الرئيس الأمريكي مايك بانس يقول إن الرئيس دونالد ترامب لن يبقى صامتا حيال إيران كما فعل سلفه باراك أوباما لكن الموقف الأمريكي لا يحظى بدعم أوروبي بل على العكس وبحسب الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون فإن النهج الأمريكي السعودي الإسرائيلي قد يقود إلى الحرب الأسئلة تطرح حول وجهة محور واشنطن المقبلة هل ستكون بإعادة الإرهاب إلى العراق أم بتصعيد الحرب على اليمن أم ستستثمر الولايات المتحدة قواتها في سوريا لعرقلة مكافحة الإرهاب ليبقى الخيار الأبعد حربا كبيرة يؤكد الأمين العام لحزب الله بأن إسرائيل ستخرج منها مهزومة ترجمة نانسي قنقر